تحسيسي طبعاً والوفد المرافق للرئيس الفرنسي في زيارته الرسمية إلى مصر من مبارح والنهاردة اليوم التاني بكرة سيغادر بعد انتهاء هذه الزيارة المهمة للرئيس الفرنسي للمرة التانية خلال أقل من عام للمرة التانية يزور مصر زيب أقول لها كل اتفاقية اتفاقية 1899 هذه الاتفاقية تعرفين مصر والسدان كانوا كنا بلد واحدة بلد واحدة في ظرف تاريخي وقعت هذه الاتفاقية وكان خط عرض 22 خط عرض 22 وهو ريكو الخريطة دلوقتي بتحدد هذا خط العرض 22 اللي هو قدام حضراتكم ده القطر المصري والسودان المصري الانجليزي خط عرض 22 اللي واضح اهو واضح جدا قدام حضراتكم دلقوا داخله حلاب وشلاتين داخل الحدود المصرية دي اتفاقية 1000 ده الخط العرض 1899 دي الخريطة الرسمية يعني صورة من الخريطة الرسمية بتاعتنا بتاعة حدود مصر والسودان بقول لحضراتكم جزء من مصر السودان المصري الانجليزي وبمجرب هذه الاتفاقية سمح للانجليز يتم رفع العالم المصري طبعا كان مرفوع العالم المصري في السودان ويتم رفع العالم الانجليزي بجانب العالم المصري في عدد من المناطق ولكن في مناطق داخل السودان لا يرفع فيها الا العالم المصري اذا السودان اصلا 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 مش حلاب وشلاتين ده السودان دي كانت بتاعتنا احنا سودان كان بيرفع فيها على كامل اراضي السودانية على مصر وكان يعين يكون الوالي في مصر ويعين زي محافظ بيعين او محافظ او حاكم للسودان ولكن الادارة كانت فين تبقى موجودة في مصر في القاهرة ويعين للسودان من مصر بيصدر مرسوم بتاعتنا حاكم على السودان السودان دي كانت جزء من مصر مش حلايب على فكرة مش حلايب وشلاتين لا بقولك السودان كلها جاءت الاتفاقية اللي اتعاملت ديت 1299 1902 الانجليز طبعا سعمار الانجليزي وعايز بقى تعمل مشاكل بين الدول فامشي فراح مغير في الخريطة غير في اللي هو خط العرض اللي هو حلايب وشلاتين داخل حدودنا فراح مدخل حلايب وشلاتين لاستعمار الانجليزي داخل حدود السودان والسودان اعتبر انه ده هو ده البداي هو دي الوسيقى الرسمية او ده دي الصورة اللي قدامكم على اليمين الخريطة الحقيقية خريطة مصر الاصلية دي خريطة بتاعتنا التانية دي اللي هي المزورة خريطة العشمال دي المزورة اللي السودانين بيستخدموها ودي خريطة مضروبة اتعاملت كم سنة كده وتشالت ولكن هما السودانين نهاردة بيستخدموها هذه الخريطة لا الخريطة الرسمية الصحيحة اللي هي على اليمين خريطة مصر والسودان حلايب في الاراضي المصرية تحت السيادة المصرية ومملوكة لمصر بقول لحضركم كانت السودان كلها 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 مصرية احنا اللي كنا بنحكمها وبندرها على فكرة اشقاءنا في السودان بدأوا طبعا جاء الرئيس عبد الناصر ده الخريطة هي خريطة الرسمية دي اي حد عنده عايز يعتمد يرجع الخريطة دي ده خريطة 1899 يعني ويمكن اساس زاريخ والقانون يقدروا هذا الامر واضح جدا اعتقد لنا كلنا